اخوي خالد خالد سأل الاستعانة بالجن بالنسبة للعلاج واليوم نسمع من يرى جواز استعانة بالجن لفك السحر الأصل في الاستعانة أن تكون بالله جل وعلا الله جل وعلا يقول في السورة التي يقرأها كل مسلم في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين وقد أجاز الله جل وعلا الاستعانة بالأسباب المشروعة المتنوعة التي في متناوى الإنسان لإدراك مصالحه أما ما يتعلق بالجن فالأصل أنهم لا يستعان بهم في شيء من الأمور لقول الله تعالى إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزدهم رهق وكذلك قال الله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال بعض المفسرين استمتع بعضنا ببعض أي نحن حصلنا ما نريد منهم وهم حصلوا منا السؤال والتعظيم فالأصل في الاستعانة بالجن المنع هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يستحذره الإنسان ثم ما يقال من أنهم جن مسلمون هذا الحقيقة أمر يحتاج إلى تثبت لأن الأصل في الجن الكذب لا في أخبارهم ولا في ما يكون من أقوالهم فينبغي التوقف عند هذه المسألة جماهير العلماء على المنع وذهب طائفا من أهل العلم ومنهم شيخ رسامي من تيمي رحمه الله إلى جواز الاستعانة بالجن واشترط لذلك أن يكون الطريقة التوصل إليهم مباح فلا يصل إليهم بطريق محرم كالدعاء أو الذبح أو سائر ما يكون من المحرمات الثاني أن يكون الاستعانة بهم في أمر مباح لا في أمر محرم لأن من الناس من يستعين بهم في المحرمات فيكون المستعان عليه أمر مباح كتحصيل مصلحة إما علاج أو ما أشبه ذلك إلى المباحات الذي يظهر أنه ينبغي أن لا يستعان بهم وهذا وقول الجمهور لكن هنا مسألة وهي إذا عرض الجن على الإنسان نوع مساعدة دون طلب منه فالذي أظهر لي أنه إذا قبل منهم ذلك على أن لا يكون استدراجا منهم فلا بأس وينبغي الحذر وعدم التورط في هذا الأمر لأنه مظنة مزلة والإنسان قد يبدأ بأمر سهل ثم يتطور الأمر إلى ما لا يتصور أن ينتهي إليه وإذا نظرت إلى عظيم حاجة الصحابة رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى من يعينهم في مجهدة الكفار ولم يأتي في يوم من الأيام أنهم طلبوا الإعانة منهم مع أن الله جل وعلا أمدهم بالملائكة ولم يذكر أن جن من المسلمين أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أعانوا الصحابة على تحصيل المصالح بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين لما سحر ما استعانى لا بجن ولا بغير استمر سحره في بعض الحديث ستة أشهر ولم يلجأ إلى غير الله جل وعلا يجب على المؤمن أن يستحضر أنه إذا لجأ إلى الله سبحانه وبحمده فإنه يلجأ إلى من بيده مقاليد الأمور والذي هو سبحانه وبحمده لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع فينبغي له أن يستحضر هذه المعاني ومشكلتنا حقيقة في مسألة العلاج وفي كثير من المسائل التي قد يستطيل الإنسان الطريق للحصول عليها أننا نطلب أيسر طريق وأسهل سبيل ينبغي لنا أن نعلق قلوبنا بالله تعالى أيوب عليه السلام مسه الضر سنوات متطاولة ومع ذلك ماذا قال في آخر المطاف ربي إني مسني الضر وأنت أرحمه فينبغي لنا أن نلجأ إلى الله أنا أوصي إخواني الذين يشكونا من السحر أو من العين أو من سائر أنواع الأمراض أن يصدقوا في لجأهم إلى الله وأنت راكع وأن تساجد وأنت في أدبار الصلوات وفي آخر ما الذي يمنعك أن تردد مثل هذا الكلام الذي ترتفع به درجتك ويعلو به منزلتك وتحصل على أجر من الله تعالى وفوق هذا كله إذا صدقت فإن الله سيجيبك وسيكشف عنك وقد يكون هذا البلاء الذي نزل بك سبب لرفع درجاتك وعلو منزلتك عند الله وبلوغك منزلة قصرة عنها أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرض المسلمين وأن يرزقنا صدقة الاعتماد عليه والتوكل